موسيقى صباح الخير أهلا بكم في أولى نشاراتنا الإخبارية من دون أن يذوب الثلج بان المرج السياسي وتفرق عشاق الأرثوذوكس حتى أن عميد الأرثوذوكسيين السياسيين ميشيل المر كان في حل من أمر هذا القانون الذي من شأنه ضربه مبدأ المناصفة في اللجنة النيابية أفسد الود القضية ورفعت أعمال الجلسات فسحا في المجال أمام الاتصالات بعد انسحاب النائب ألاعون ولفت أن حزب الله لم يجاري حليفه هذه المرة بحيث أن النائب علي فياض لم يلتحق بالمقاطع العونية أسباب الانسحاب أن نائب التغيير والإصلاح طرح تثبيت الموافقة على الأرثوذوكسي وأقفال المحضر صدا لأي طرح آخر لكن الكتلة الممثلة في اللجان كان لها رأي آخر ولم توافق على الحصرية حليف الحليف لم يرى أيضا أي ضرورة للنهايات السريعة لأن الهيئة العامة ستكون لها الكلمة الفصل لاحقا ومن هنا بدأت الاتصالات للعودة إلى طاولة الحوار النيابي المصغرة وللأرثوذوكسي باتريوت مسيحي نصبت منصته في الحازمي أمس مع تجمع شخصيات في منزل النائب بطرس حرب رأت أن المشروع يؤسس لإطاحة مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في اتجاه المثالثة المدمرة لوجود لبنان ائتلاف الحازمي لشخصيات مسيحية مستقلة أكد أن الأرثوذوكسية يزيد التطرف وينشئ ثمانية عشرة دويلة مذهبية وبموجب الانقسام ضمن الطائفة الواحدة فأن مشروع إلي الفرزلي أصبح في العناية الفائقة وفي حالة صحية متدورة سياسيا لأنه سيقضي على نحب المسيحيين في لبنان ويعريهم أمام ناخبيهم ويحدد أحجامهم وإذا لم يجد التوافق في اللجنة بين الأقطاب الرئيسة فإن الرحالة ستشد إلى الهيئة العامة وهناك فإن القانون الذي سيقر هو الذي وافق عليه وليد جملاط ويؤمن له أكثريته العادية ضمن الخمسة والستين نائبا وعلى العنوين الانتخابية وبرائحة نفطية اجتمع الرئيسان ميشيل سليمان ونبيه بري في بعبدة قبل إقامة حفل عشاء للرئيس القبرصي الذي ناقش مع الطرف اللبناني مسألة الحدود النفطية المشتركة بين البلدين ومع اجتداد سرعة الريح في القوانين الانتخابية هدأت العاصفة الطبيعية وبدأت مرحلة تكشف الأضرار وما لم تدمره الطبيعة ساهم فيه عمال الكهرباء الذين امتنعوا عن إصلاح التيار في أشد مراحل لبنان سقيعا حيث عاشت العاصمة ومعها مناطق لبنانية عدة عتمة قارسة وفي بردي وظلام بيروت احتفل مناصر المناضل جورج عبدالله بحرياته بعد 28 عاما قضاها في سجن فرنسي وبقرار أمريكي كان يعرقل عملية الإفراج عن عبدالله طوال هذه السنوات إفراج مشروط بالترحيل عن الأراضي الفرنسية حيث سيعود جورج عبدالله إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة وبعد تسوية وضع جواز سفره إذن الشباب الديمقراطي الحملة الدولية للإفراج عن جورج عبدالله الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من الناشطين تجمعوا عند تقاطع فردان صنايع احتفالا بقرار القضاء الفرنسي الإفراج عن جورج عبدالله بعد قرار القضاء الفرنسي الإفراج عن المعتقل اللبناني في فرنسا جورج عبدالله تجمع عدد من الشباب من تيارات يسرية مختلفة عند صيدلية بسترس في الصناع للاحتفال بلغنا أن جورج عبدالله أبلغ أنه جرى الإفراج عنه والآن هو يضب أنتعته للخروج من السجن واليوم الأحد بأربعة عشر شهر سيكون بيننا في لبنان يبقى أن على الدولة اللبنانية التي رعت وتحمست وغطت إطلاق صراح العملاء في لبنان أن تسعى اليوم لاحتضان جورج عبدالله وقضيته اللي بتمثل جوهر وروح الشعب اللبناني هذا المناضل الآتي من منطقة فقيرة والذهب للنضال من أجل فلسطين يجب على الحكومة اللبنانية اليوم أن تستقبلوا استقبال يليق به هو مش مجرد انتصار جورج ابراهيم عبدالله اليوم بيناتنا سيصير قريباً بالأحرى بيناتنا وحر هذا إذن مش مجرد انتصار هذا هذيمة للكواء الإمبريارية العالمية والصهيوني العالمية لتحديها جورج ابراهيم عبدالله الوقف بوجه من كلنا بنعرف أن الأسير اللي بيكون بالسجون الأوروبية عليها أن يعتذر قبل أي شيء قبل الخروج عليها أن يندم عليها أن لا يعيد القرة جورج ابراهيم عبدالله لا معتذر جورج ابراهيم عبدالله ناضل سمت 29 عام هذه لحظة فرح كبرى وهذه لحظة إطلاق صراح للعدالة الفرنسية بالدرجة الأولى التي كانت معتقلة في الأسر الأمريكي والإسرائيلي الذي كان يضع فيتو على إطلاق صراح جورج عبدالله حتى حوله إلى سجين سياسي بامتياز ومعتقل تعصف للسجون الفرنسية صحيح نحن كنا من يوم اللي طلع قرار القضاء الفرنسي أنه أعلان الحكم بعشرة واحد نحن دعينا لتجمع لمواكبة إصدار الحكم نحن كنا عاملين حسابنا بحال كان الحكم إيجابي ندعي مباشرة للاحتفال بهذا الحكم وبحال كان الحكم سلبي أنه نبدر بطرق تاني تحقق الشيء اللي كنا نحن طمحين لإله طبعا التواصل من داخل الأسر إله طعم تاني كنا أحرار مع بعضنا عم نتواصل رغم ضيق المكان ورغم القايد كنا عم نتواصل كأحرار وجورج اليوم هو حر مثل مكان دائما بالزنزاني حر وبسجنه حر هو طالح حر وبالتالي إذا كان من حكم جائر على جورج عبد الله فهو جورج الالتزام بهذه القضية الفلسطينية القرار القضائي الفرنسي اشترط ترحيل عبد الله وكانت محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية قد وافقت في تشرين الثاني الماضي على طلب الإفراج عنه لكن تم تعليق الحكم بسبب استئناف نياب العامة التي اعترضت على الطلب نحن في الحقيقة سعداء سعداء لأن يخرج المناضي جورج عبد الله مرفوع الرأس كما دخل إلى كما أدخل إلى السجن وهو مرفوع الرأس نحن سعداء أن يعود للقضاء الفرنسي موقعه الطبيعي كقضاء كعدالة متحردة من الضغط الأمريكي والصيوني ومن المقرر أن يصل جورج عبد الله لبنان في فترة لا تتعدى الأسبوع بعد تسوية أوراقه لسيما جواز سفره جورج عبد الله إلى الحرية بلا مساومة وبلا ندم وبلا اعتذار لن أعتذر عما فعلت لن أندم لن أساوم وسأبقى أقاوم لم يعتذر لم يندم ولم يساوم استمر المعتقل اللبناني جورج عبد الله يقاوم ويناضل حتى لم يجد القضاء الفرنسي مفرا من إخلاء سبيله في العشر من كنون الثاني عام 2013 موسيقى 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 وبعد ثمانية وعشرين عاما من الاعتقال التعصفي في سجونها الفرنسية في عام 1984 وبتهم مختلفة من حيازة جواز جزائري مزور إلى حيازة السلاح ليدان عام 1987 باختيال كل من الدبلوميسي الأمريكي تشارز روبر ري والإسرائيلي يعكوب بريسمانتوف وبمحاولة قتل القنصل العام الأمريكي في ستراسبورغ وحكم عليه بالمؤبد أي خمسة عشر عاما بحسب القانون الفرنسي إلا أن تطبيق القانون مع المناضر جواز عبدالله كان استثناءا ومعلقا بحسابات سياسية وضغوط إسرائيلية وأمريكية فبقي معتقلا عشر سنوات تعصفيا من دون أي تهمة إلى حرية مشروطة بالترحيل للمناضر جواز عبدالله من فرنسا بعد موافقة غرفة تطبيق العقوبات التي تنظر في قضيته في الاستئناف بعد ثمانية طلبات إفراج عام واحد وخمسين ولد جواز عبدالله ابن القبييت قضاء عكار عام أربعة وثمانين اعتقل في مدينة ليون الفرنسية ليعاد ويفرج عنه عام الفين وثلاثة عشر الفين ومئة وسبعة عشر رقمه في السجن الفرنسي وبالتالي فقد قضى عبدالله ثمانية وعشرين عاما عمر جواز عبدالله واحد وستين عاما ومقولة أخرى له تثبت تاريخه المقاوم الحافل بالأرقام والفعل إن ثبات الثوار الأسر على مواقفهم النضالية هو الشرط الوجودي لكل أولويات التضامن الثوري معهم وفي اليوم الثالث اهتزت لجنة دراسة قانون الانتخاب بانسحاب النائب على عون والاتصالات مستمرة للحيلولة دون انفراط العقد النهائيا وانقطع التواصل بين أعضاء لجنة التواصل ففي اليوم الثالث الذي كان من المقرر أن يستهل ببت مسألة التعديل في عدد المقاعد النيابية اهتزت طاولة الاجتماع قبل أن يطرح اقتراح زيادة مقاعد للأقليات طلب النائب على عون بختم محضر الجلسات ورفعه إلى الهيئة العامة الأمر الذي يعني التصديق على التوافق حول مسروع اللقاء الأرتدوكسي بما أنه المقترح الذي نال أكبر عدد من الأصوات الأمر لم يلقى تجاوبا لا سيما من قبل المستقبل والاشتراكي وتحدثت معلومات عن أن رد فعل النائب أكرم شهيب على طرح عون كان عالي اللهجة فغضب الأخير وغادر الاجتماع حاول النائبان جوج عدوان وسامي لجميل تهديئته وعقدت خلوة للغاية في مكتب الجميل انتهت بالعودة إلى قاعة الاجتماع إلا أن الخلاف عاد ليستجد إذ لفت النواب المعترضون على الأرتدوكسي إلى أن ثمة بدائل تستحق مزيدا من التعمق قبل الحسم فما كان من عون سوى الانسحاب وتعليق مشاركته في الجلسات إلى حين التصديق على المحضر كل شيء طلبني أنه فيما يخص اللي اتفقنا عليه يتسجر صار من أجل لبعض الظهر ومنشوف وإذا منحكي ولا ما منحكي ومنشوف يمكن موضوع الأعداد يعيد النظر أنا شخصيا قلت لهم معا بهذه الطريقة ما فينا ما بدي هلا أفقود بمحاضر الجلس فيه اعتراض من بعض الزملاء على قصة تثبيت ما حصل وعلى كل حال هذا يمكن تمام جاية متناغم مع الحملة اللي عم تصير على قانون اللي كانتو دوكسي اللي تكون له أكترية داخل اللجنة واضح صارت كيف عم تندير لأمور نحن منا جنين هون لنعمل تمثيلية لطبخة خدا عم يعملها بره من أول الجلسة اليوم نابقى لنا عم رفض اليوم بالجلسة يناقش أي شيء بكل صراحة اليوم مما أنه الأمور صارت وصلت لها الدرجة اليوم ما نقشنا أي شيء بالجلسة وعدم قفال المحضر فورا هو اللي قدى لموقفه اليوم بيرفض الناقش بموضوع العدد كان رفضوا وآخر أكتر من هك كان رفض يلتزم أنه الناقش بالبحث بنقاط مشتركة يعني كان في نية لعدم إيجاد توافق عند هذا الفريق السياسي وقد نفى النائب جورج عدوان أن يكون قد حصل أي سجال بينه وبين فتفة على خلفية مسروع اللقاء الأرثوذكسي نحن كان عندنا موقف صريح يتعلق بتأييد اللقاء الأرثوذكسي والدكتور فتفة كان عنده موقف صريح بمعارضته لقاء ما يسمى بمشروع اللقاء الأرثوذكسي هذا لا يعني إطلاقا المس بالسياسة بالتحالف القائم مع طيار المستقبل وكان نواب المستقبل قد شنوا هجوما شاملا على مشروع اللقاء الأرثوذكسي مطلقين عليه قانون الفرزلي هذا القانون لا يتماشى والشعار الوطني الذي رفعه غبطة البترك الماروني مارشارة بطرس الراعي شركة ومحبة ففي ظل قانون من هذا النوع لا شركة ولا محبة بين اللبنانيين بل شرذمة وتعصب أما رئيس اللجنة فبدل أكثر هدوءا بين زملائه اكتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدوى أعمالها ضمن إطار المهمة الموكولة إليها وستنهي هذا المساء مناقشة عدد أعضاء مجلس النواب الوارد في المادة الأولى من هذه الاكتراحات والمشاريع المذكورة وتضع خلاصة مناقشاتها في محضر يرفع إلى دولة رئيس مجلس النواب وسنتابع البحث في إمكانيات تواجد أرضية مشتركة لاحقة غير أن جلسة بعض الظهر التي غاب عنها النائب ألانعون وزميله أجوب بكرادونيون لم تشهد استكمالا لدراسة جدول الأعمال وذلك إفساحا في المجال أمام الاتصالات حرصا على المناخات الإيجابية من ساحة النجمة كريستين حبيب قناة الجديد نواب وشخصيات مسيحية مستقلة تعلن رفضها القانون الأرثوذكسي وتطالب المسيحيين والمسلمين بالعمل لإنتاج قانون يؤمن صحة التمثيل ويحفظ وحدة لبنان بعيدا من الاصفافات الحزبية ومن مواقف قوى الرابع عشر من أذار كان هذا اللقاء في منزل النائب بطرس حرب لنواب وشخصيات مسيحية مستقلة بحسب ما سموه مع تأكيدهم أنهم لا يؤسسون لأي اتلاف جديد إنما سيبقون على اجتماعاتهم مدام هناك حاجة إلى ذلك أما السبب وراء هذا اللقاء فهو رفض القانون الأرثوذكسي وللمطالبة بقانون يؤمن صحة التمثيل المسيحي تحديدا من دون أن يقسم اللبنانيين عموديا على أساس مذهبي وهو من أخطر الطروحات المتداولة لأنه وإن كان يوحي للوهلة الأولى بأنه يؤمن تمثيل المسيحيين بشكل مطابق لانتمائهم المسيحيين ويحقق تاليا صحة هذا التمثيل إلا أن المخاطر الوجودية الناجمة عن إقرار هذا المشروع تتجاوز بكثير تلك الإيجابيات الظاهرية القصيرة الأمد إن أقرار اختراح اللقاء الأرثوذكسي سيحول قصما من اللبنانيين من أهالي المناطق اللبنانية التي لا تمثيل لمزهبهم فيها وهم يعدون بمئات الألاف إلى مواطنين من الدرجة الثانية يتمتعون بحقوق منقوصة عن حقوق المواطنين الآخرين كما يزيل التطرف ويقضي على الاعتدال الذي يحفظ لبنان كما يؤدي إلى تمزيق النسيج التاريخي الاجتماعي اللبناني ويضرب وحدة المسيحيين بتقسيمهم إلى مزاهب متباعدة كما يشكل مخالفة لأحكام الدستور ودع المجتمعون المسيحيين إلى التخلي عن أوهاب مشروع اللقاء الأرثوذكسي وإلى العمل الجاد لإنتاج قانون انتخابي لتصحيح التمثيل المسيحي الفاعل من دون تعريض وطنهم ووجودهم فيه للأخطار كما دعوا المسلمين إلى المساهمة الفاعلة للتوافق على قانون انتخابي يصحح الخلل ويحقق عدالة التمثيل ويحفظ وحدة اللبنانيين الرئيس القبرصي يجول على الرؤساء ثلاثة ويبحث معهم في موضوع النفط والغاز وأهم تطورات المنطقة أمل رئيس الجمهورية العماد مشاي سليمان أن تصل الأزمة السورية إلى نهايتها بشكل سليم ووفق مبدأ الحوار وأن تتكلل جهود المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي بالنجاح في إرساء حل سياسي للأزمة وقال رئيس سليمان خلال عشاء أقامه على شرف الرئيس القبرصي أن لبنان سيسعى من جهته لمعالجة الصعوبات الناجمة من تنامي أعداد النازحين السوريين إلى أراضيه من منطلق واجب البحث عن الدعم المادي والمالي اللازم لتلبية حاجاتهم من المصادر الخارجية المعنية والقادرة وضرورة إحاطة عملية النزوح بما يفترض من تنظيم وضوابط متعارف عليها والنظر في كيفية تطبيق مبدأ المسئولية الجماعية المشتركة في مجال تحمل وتقاصم الأعباء بما فيها الأعداد المتزايدة التي لا قدرة لنا على تحملها الرئيس القبرصي حي من جهته سياسة الرئيس سليمان والحكومة بالنائب النفس فيما يخص الأزمة السورية ومساهمة لبنان في مواجهة المأساة الإنسانية من خلال تقديم المأوى لعشرات الألاف من اللاجئين وكان اللقاء ثنائي جمع خلال النهار رئيس الجمهورية اللبنانية مع رئيس جمهورية قبرص في قصر بعبدة أكد سليمان خلاله على ضرورة ترسيخ علاقة الصداقة والتعاون بين البلدين خصوصا فيما يتعلق بموضوع النفط والغاز المتوافرين في منطقتنا البحرية مشددا على ضرورة زيادة التعاون والتنصيق بين البلدين للاتفاق على مبادئ وأليات تسمح باستخراج هذه الثروة ويسمح كذلك لعشرات ألاف السوريين الذين نزحوا إلى لبنان بالعودة إلى وطنهم بكرامة وأمان علما بأن تنامي أعدادهم بات يشكل تحديا حقيقيا يستوجب المعالجة الملحة على قاعدة المسئولية الجماعية المشتركة في تحمل الأعباء وتقاسمها لجهة الأعداد والتكاليف الرئيس الكبرسي من شاهته أكد دعم كبرس لبنان في ملف النفط نحن نعيش في منطقة عانة الكثيرة من المصاعب عبر التاريخ إن نعمة اكتشاف الهيدروكربونات من الطبيعي أن تخلق أفاقا واعدة لشعوبنا سنواصل جهدنا وأعمالنا من خلال الممارسة الكاملة لحقوقنا السيادية إننا نرفض السياسات والمواقف التي تلقى إلى التهديد والتحويف وإن ردنا على ذلك دوما هو التمسك بالشرعية الدولية والسلام والاستقرار وكان الرئيس الكبرسي قد انتقل إلى عين التين حيث التقى رئيس مجلس نواب نبيه بره الذي أكد عزم لبنان على التعاون مع كبرس في إطار استثمار الثروة النفطية مشددا على التمسك بالحق الكامل فيها وختم الرئيس الكبرسي جولته في السراي حيث التقى رئيس الحكومة ناجي ميقاطي مشددا على أهمية العلاقة بين البلدين في المجالات كافة وأشار إلى الترابط الوثيق بين لبنان وكبرس في ملف النفط والغاز وكان البطرياك الماروني ماربشارة بطلس الراعي قد قدم ميدالية مارمارون للرئيس الكبرسي وشعار البطرياكية المارونية وكتابا عن سيدة لبنان وكل المزارات المريمية في لبنان خلال زيارة الرئيس الكبرسي لمترانية بيروت العصفة في يومها الثالث إلى انحسار لكن الثلوج ما زالت تقطع أوصال القرى والبلدات وفرق القوى الأمنية والدفاع المدني تعمل على قدر المستطاع من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال غطى الأبيض القرى والبلدات في لبنان ابتداء من ارتفاع 300 متر حتى أن الثلوج وصلت إلى السواحل لأول مرة منذ سنوات طويلة وفيما شهدت العاصمة عودة الحركة إلى شوارعها أقفلت الثلوج معظم الطرقات في البقاع والجنوب والشمال وجبل لبنان وقد تركت العاصفة أضرارا كبيرة من أعطال في الشبكة الكهربائية إلى انجرافات في التربة وخسارة في الممتلكات والمزروعات في مناطق مختلفة ففي النباطية تركت العاصفة بعض الأضرار في الشوارع والأشجار والسيارات والمزروعات وبعد الانهيارات لحوائط الدعم فيما كانت الخسارة الكبيرة في شبكتي الكهرباء والهاتف وفي منطقة مرجعيون الحدودية أدى تساقط الثلوج التي غمرت المنطقة إلى عزل مواقع القوات الدولية في نقار كوكبة ومرتفعات شبعة وكفرشوبة ما تطلب الاستعانة بمروحية لزيارة المواقع العسكرية أما في صيدة فقد جار انتشال مركب الصياد محمد وهبي الذي كانت قد أغرقته العاصفة في حوض ميناء الصيادين ليتبين أنه أصيب بأضرار جسيمة وفي بلدة الصرفان في الزهراني أدت الانهيارات الجبلية إلى تهديد مبنى مؤلف من خمس طبقات بخطر الانهيار بعد دخول الردميات من جراء العاصفة إلى الطبقة الأولى جبل نهار أصم منه وعلى التصويني وألبط التصويني وأصم من الجبل نهار كله وصل عجنين للبيت طرقات عكار لا تزال مقطوعة ابتداء من 450 مترا فيما فاقت سماكة الثلوج المتر في بعض البلدات وقد شكل أهالي من نقص في المحروقات والخبز والمواد الغذائية وفي منطقة سهل عكار انخفض منسوب مياه النهر مع توقف تساقط المطر إلا أن المياه لا تزال تحيط بالمنازل كما أن الرياح قد خربت القسمة الأكبر من البيوت الزراعية في المنطقة وأتلفت مزروعاتها وحطمت كذلك عددا من مزارع تربية الدجاج أشط الهنجار كله والحديد وأشطه على البكانات من تقل التلج كما يرون الأضرار الهنجار والأليات واللزة عليها الهنجار كلها تكسرين ما كان التلج عالي وقوي كتير إجا حط على السقف ومن الصبح لأينا كل الجيش على الأرض ميت والمزارع كلها مهبطة أما في جبل لبنان فانخفضت درجة الحرارة إلى 6 درجات مدون الصفر في المديرج وظهر البيدر حيث وصلت سماكة الثلوج إلى متر ونصف فمنعت أحوال الطرقات السيارات من المرور وأجبرت أهالي البلدات على العمل بأنفسهم صار فيها عطل بالجهربة وتلفنا للشرق كذا مرة ما حدا استجاب فنحن بمردرة فردية طلعنا صلحنا قدي سالكم على الانين هون؟ هوني أنا شي ساعة تقريبا بس نحن صارنا ببيروت تلتة قدنا تلتة يام بيروت لمين هيدا الجرافة؟ ملك لا الله ميشنا البلدية؟ ميش ده البلدية عمش تغل على حسابنا أنا صار لخمسة أيام هنا خمسة أيام صار لك قاعد بقلب الشاحنة؟ صار لخمسة أيام بقلب الشاحنة أكل وشربة بقلب الشاحنة حتى الموني خلصت من عنا حتى المازوط اللي عبيناه تقريبا راح يخلص في الحصيلة حصدت أولغا أرواح سبعة لبنانيين وقد عثرت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني على جثة الطفل يوسف الفضل الذي فقد في جدرة على شاطئ خلدي هكذا ومع بدء حسار العاصفة بدأت مخلفاتها بالظهور واضحة الجميلة منها والقبيحة قريبا تنتهي سكرة العاصفة لتأتي فكرة ما بعدها فقبل ذوبان الثلج بان مرج الأضرار التي كان وقعها الأكبر على من في أسفل سلم الفقر ولو أنها لم تستثني أحدا من منطقة الباروك في الشوف رونا حلبي قناة الجديد الظلام يخيم على بيروت الإدارية ومعظم المناطق اللبنانية واتجاهون إلى استمرار الإضراب لموظفي كهرباء لبنان إذا لم تتراجع وزارة المالية عن اقتطاع الحقوق المكتسبة للعمال ضمن الموازنة الأثر الأسوأ للعاصفة البيضاء كان على الكهرباء التي ولد انقطاعها عتمة سوداء شملت بيروت وباقي المناطق بسبب العطال التي طرعت على شبكة التيار الكهربائي وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أن العطل الذي طرع على الكبل الذي يربط بين محطتي عرمون والحرج الرئيسيتين أدى الانقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من بيروت الإدارية وقسم من منطقة الضاحية الجنوبية وساحل المتن الشمالي وما فقم المشكلة إضراب نقابة العمال والمستخدمين في الشركة محالة دون إصلاح العطال في باقي المناطق لسيما قرى عكار والبقاع المحاصرة بالثلوج مش بس ببيروت صلنا ثلاث ايام لبنان ثلاث اربعين ومطفك وهلأ في عنا مرحلة مقبلية يعني هلأ حتى المعامل بالشمال الحريشي هلأ معاش فيه تغطية معاش فيه محروقات تطلع على المعمل يعني خلال الساعات ممكن معمل الحريشي يوقف الشمال توقف كمان راحين عاطل صعيد أكتر نوعود جميع المسؤولين مش اللبنانيين إن شاء الله أنه بتكون تنحل نوعود بالمرحلة المقبلية أوكي هلأ بلغنا دوائل محطات كلها كان إذا فيه عطل صار فيه شي نفتح المخرج نشوف إذا سكر ما نعيده هلأ ما راح نفتحه بس سكر ويظل مسكر ممنوع ولا محطة تمشي أوكي وممكن أكتر في الأسبوع المقبلية ممكن يكون مراحل تصعيدية أكتر إن شاء الله ما نوصل أكتر من هيك نقيب العمال داخل الشركة حمل بسئولية الإضراب إلى وزارة المالية بعدما اقتطعت أجزاء كبيرة من العائدات التي تشمل تعويضات نهاية الخدمة والاستشفاء للموظفين والجبات في موازنة عام 2013 كيف بدي نزل أنا موازف هلأ إذا ميت على الأرض ما عنده طغطي التأمين الضمان ما بيعترف فيه حد سلعة نزل اعتمالات مشحف مش بس التأمين كل المعاشات كل عمرة هي موازنة كهرباء البناء نهيزة على بل إدات الكهرباء باعتت الموازنة بشكل كمان مشحف أوكي يعني أقل من المطلوب أكيد نحنا إدات الكهرباء هي بتعليف كيف بتنسق الموازنة ضمن السنة أوكي بس نوصل آخر نهار الاعتمالات ملغية معدومة بالمرة بحجة ما نحنا اللي فيه كنا أساس عملنا أضراب ثلاثة أيام وفكرنا حتى نعلق وما نضرب لأينا الأمور لا عم بتروح بطريقة مقصودة المدير العام لكهرباء لبنان كما الحيك فضل عدم الحديث أمام الكاميرا لكن البيانة الصادر عنه أشار بوضوح إلى وقوفه إلى جانب العمال في الحصول على حقوقهم ونفت مصادره الكلام الصادر عن وزارة المال ومفاده أن الشركة لم تتواصل مع الوزارة كاشفا عن كتاب وجهته كهرباء لبنان عبر المراقب المالي إلى وزارة المال تطلب فيه إعالة النظر في إلغاء الحقوق المكتسبة للعمال وفي المحصلة وضع الكهرباء إلى تراجع والإضراب مستمر أهلا من جديد أهالي المخطوفين اللبنانيين اعتصموا أمام مبنى السفارة القطرية محاولين منع الموظفين من الدخول لأداء عملهم عاد أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز إلى الاعتصام مجددا وهذه المرة أمام السفارة القطرية في عين التيني بالقرب من مقر الرئاسة الثانية وقد حاول الأهالي فور وصولهم إلى المنطقة الصعود نحو الطبقة الأولى في المبنى حيث السفارة القطرية لمنع الموظفين من الدخول تماما كما حصل قبل ثمانية أيام أمام الخطوط الجوية التركية لكن القوى الأمنية من قوى من داخل وجيش منعتهم من دخول المبنى فكان تلاس انتهى سريعا ليعتصم الأهالي عند المدخل ويصطعيد عن أكفال السفارة بسد باب المبنى بالكامل فعمل نعمل إلا علامة لنوصل صوتنا وأي طريقة منلاقيها من ناسبها حنعملها تحرك المقبل حكم العادي ضد مصالح تركية في إطلاق حملة لمؤاطعة البضائع وفي بعض المراكز كمان فيها مصالح تركية كمان حنعتصم ضدها وأي شيء منلاقيه من ناسب كمان مصالح كطرية ومصالح سعودية نحن ما بدنا لا نسكرها ولا نعبس كمان بدنا نوصل ونسمعوا صوتنا وبعد ذلك اجتمع وزير الداخلية مروان شيربل بمفد من الأهالي أكد له أن الاتصال بالدولة القطرية مطلب الأهالي من أجل التحرك لإطلاق المخطفين قد جار وعلى أثر هذا الاجتماع أعلن الأهالي رفع الاعتصام وفد الاشتراكي يستكمل جولاته لبحث مبادرة النائب وليد جنبلاط ويزور لهذه الغاية الرئيسين السانيورة وكرامي استكمال لجولة وزراء شبهة النضال الوطني على القيادات السياسية للبحث في مبادرة النائب وليد جنبلاط اجتمع الوفد الجنبلاطي إلى رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي فأعلن الطرفان الاتفاق في النظر إلى غالبية المواضيع أكدنا ونؤكد دائما على مسألة ضرورة الابتعاد من قبل جميع اللبنانيين عن التدخل الميداني في الشأن السوري هذا لا يلحق بلبنان إلا الانعكاسات السلبية والضرر على مستوى العلاقات بين اللبنانيين واليوم عندنا مشروع عنوان انتخاب هذا مشروع أساسي للحفاظ على ديمقراطية لبنان وللحفاظ على كل المعنويات التي يحتاجها اللبنانيون في هذا الظرف المعيشي الصعب الذي يخنقهم جميعا ومن الرمل البيضى إلى مكتب رئيس الحكومة الأسبق فؤاد سانيورا توجه الوفد الجملاطي فالتقى فعاليات تيار المستقبل حيث دار نقاش مطول في المستجدات السياسية كافة ومن هناك أعلن العريض عن تمسك شبهة النضال الوطني برفضها قانون الأرثوذكسي وأن هذا القرار لن يتغير بين ليلة وضحاها متسائلا كيف لفريقا أن يطرح النسبية تحت شعار الإصلاح ثم يعود ويطرح قانونا انتخابيا يعيد البلاد إلى ما قبل الستين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشدد أمام سفراء الاتحاد الأوروبي على أن الانتخابات النيابية ثابتة في موعدها وأن قانون الانتخاب هو المتحرك تجدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التزام لبنان القرارات الدولية ودع المجتمع الدولي إلى مؤازرته في مهمة تأمين الاحتياجات الضرورية للأعداد المتزيدة للنازحين السوريين وأبلغ ميقاتي سفراء الاتحاد الأوروبي الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية مجددا الدعوة إلى الاتفاق على وضع قانون جديد للانتخابات يؤمن صحة التمثيل وشدد على أن هذه الانتخابات ثابتة في موعدها وقانون الانتخاب هو المتحرك جددنا دعمنا لسياسة النائب النفس التي تعتمدها الحكومة ورحبنا بالتزام السلطات اللبنانية تلبية احتياجات اللاجئين السوريين ونجدد دعمنا الكامل بمساعدة الحكومة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية على توفير مساعدة إنسانية فاعلة كما أثنينا على قرار الحكومة ترك الحدود مفتوحة وفي الشأن اللبناني جدد ميقاط دعوته إلى عدم التعاطي مع شؤون السياسية من منظار ضيق ومنطلقات شخصية أو ذاتية بل من خلال البعد الوطني الذي تتقدم فيه المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح كلام الرئيس ميقاط جاء خلال رعاية حفلة توزيع شهادات التدريب المعلومات المتقدم الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وما نقوله في السياسة والأمن نقوله أيضا في الاقتصاد الذي يشكل صموده مكسبا لجميع اللبنانيين من دون تمييز فلا دولة قوية من دون اقتصاد قوي ولا اقتصاد واعد من دون دولة عادلة تتعاطى مع أبنائها انطلاقا مما يريحهم ولا يرهقهم ومن زوار ميقاطي وزير العدل الفرنسي الأسبق ثم كلا من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لكوى الأمن الداخلي اللواء الشرف ريفي كذلك رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني ثم استقبل ميقاطي رئيس دوال المحاسبة القادة جوني رمضان ووفد من المجلس الدستوري برئاسة القادة عصام سليمان ورئيس اتحاد الفنادق في لبنان بيار الأشأر صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير تبعات الأحداث في سوريا على لبنان والانتخابات النيابية المقبلة عرضها رئيس مجلس النواب نبيه برري مع الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي ثم استقبل برري ممثل الأونسكو في لبنان وسوريا ومدير المكتب الإقليمي للتربية في الدول العربية حمد بن سيف الهامي أبلغ النائب ميشيل المور رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان رفضه ما يسمى المشروع الأرتوذوكسي للانتخابات نافيا أي علاقة له به وقال حتى الحلفاء على الساحة المتنية الذين أيدوا هذا المشروع لم يفاتحون بموافقتهم عليه وأعرب في تصريح له عقب زيارته بعبدة عن تخوفه من نتائجه المستقبلية على حقوق المسيحيين الذين أعطاهم اتفاق الطائف المناصفة في عدد النواب وقال لن أغامر بحقوق المسيحيين المكتسبة أو الدخول في نفق أجهل نتائجه مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها عقب اجتماع للقاء الوطني الإسلامي في منزله أعلن النائب محمد كبارة رفض المشروع الأرتوذوكسي للانتخابات الذي قال إنه ينمي الخطاب الطائفي والمذهبي ويؤسس لحرب أهلية جديدة ودع رئيس الحكومة ورؤساء الحكومات السابقين إلى وضع يدهم على الخلافات المستحكمة بالمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم السفيرة الألمانية بريجيتا سيفكر إيبرلي وآجر البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتعاون القائم بين السفارة والأمن العام في مؤتمر صحفي بيّنت هيئة المتابعة لقضايا الموقفين الإسلاميين الثغارة القانونية والتجاوزات في القضايا المرفوعة ضد الموقفين في المجلس العدلي وفي المحكمة العسكرية كحرمان الموقفين من حق إخلاء السبيل بعد مرور سبع سنوات سجنية على توقيفهم الإدعاء عليهم بنفس الأفعال لكن في ملفات متكررة مما يعد مخالفة قانونية واضحة وهذا يمنع محاكمة الشخص أي القوانين تمنع محاكمة الشخص على نفس الفعل لأكثر من مرة أطلقت وزارة البيئة الحملة الوطنية لزيادة المساحات الخضر في المدن بمشاركة وزير البيئة نظم الخوري والسفيرة الأمريكية مورا كونيلي وأكد الخوري وكونيلي على أهمية مضاعفة المساحات الخضراء في المدن وزراعة أسطح الأبنية في بيروت زار أمين الهيئة القطرية في المرابطون العميد مصطفى حمدان على رأس وفد متران الأرمن الأورتوديكس في لبنان كيجام خاتشريان في مترانية القديس نيشان للتهنئة بعيد الميلاد وأكد حمدان على دور الأرمن الوطني وحرصهم على أمن لبنان واستقراره أهلا من جديد اجتماع في جناف الجمعة للبحث في الأزمة السورية ولقاء ديني يجمع صالح وشيخ الأزهر والأكراد يتظهرون في باريس وأخبار إضافية في بانوراما دولية للزميل عن أنزلزلي بحث وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي ونظيره المصري محمد كامل عمر في سبل توفير حل للنزاع في سوريا وذلك في لقاء جمعهما في القاهرة نأمل أن تجتمع دول المنطقة لتوصل إلى حل سوري يقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي ولابد من الحوار بين الحكومة والمعارضة قبل فوات الأوان والتقى صالحي الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قبل توجهه إلى جونيف لإجراء مباحثات جديدة مع ممثلين روسيا والولايات المتحدة من جهتها دعت موسكو القوى العالمية إلى أن تترك للشعب السوري اتخاذ قرار حول مستقبله لافتة إلى أن كل التصريحات وخصوصا تلك التي تصدر من واشنطن حول سبل إزاحة الرئيس الأسد من السلطة خاطئة لأن الخيار النهائي هو للشعب إلى ذلك أكد دمشق أن تصريحات الإبراهيم التي انتقد فيها طرح الحل المقدم من الرئيس السوري بشار الأسد تظهر الحيازه بشكل سافر إلى مواقف أوساط معروفة بتأمرها على سوريا والشعب السوري واتهمت السلطات السورية أنقرة بالتورط في سرقة منشآت صناعية في مدينة حلب ونقلها إلى تركيا ميدانياً أكد مسؤوله في حلف شمال الأطلسي أن صاروخاً باليستياً قصيراً مدى أطلقاً داخل سوريا الأربعاء بعد عمليات إطلاق مماثلة الأسبوع الماضي استهدفت معاقل المعارضة في حلب وإدلب عقب لقائه شيخ الأزهر أحمد الطيف في القاهرة أكد وزير الخارجية الإيرانية علي أكبر صالحي على فتوى آية الله الخميني مرشد الثورة الإيرانية الراحل بأن كل من يسب أصحاب الرسول وسيدتنا عائشة ليسوا شيعة وهم أناس يريدون التفرق منتقداً بذلك كل من يطال الصحابة بسوء من قريب أو بعيد بدوره طلب شيخ الأزهر وزير الخارجية الإيراني بإعطاء أهل السنة الإيرانيين الحقوق الكاملة وبإصدار فتاوى من المراجع الشعية تجرم سب الصحابة إضافة إلى عدم التدخل في شؤون دولة البحرين التقى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له في مقر إقامته في القاهرة وتناول البحث مشاريع الاستيطان الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية إلى جانب الجهود المبذولة من أجل إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة بين الأفريقاء الفلسطينيين وللغاية اجتمع العربي بخالد مشعر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة حالياً بدعوة من مصر لبحث سبل تنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة في الرابع من مايو عام 2011 أصيب عشرة إسرائيليين بجروح في تفجير سيارة بعيد ظهر الخميس قرب حافلة في تل أبيب ووصف متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية العملية بالإجرامية وبتصفية حساب ولم يستبعد في الوقت نفسه أن يكون العنف السياسي وراء هذا التفجير الذي وقع في شارع منحين بيغن أحد الشوارع الرئيسة في تل أبيب والتفجير استهدف زعيم إحدى أبرز عائلات الجريمة المنظمة في إسرائيل وهو نسيم البيرون الذي أصيب بجروح طفيفة وهذه هي محاولة الإغتيال الثانية التي يتعرض لها البيرون تظاهر مئات الأكراد أمام مقر معهد تابعاً لهم وسط العاصمة الفرنسية باريس للتنديد بمقتل ثلاث ناشطات كرديات في عملية تصفية جسدية يعتقد البعض أنها تتصل بالمفاوضات الجارية بين الجانب التركي وحزب العمل الكردستاني لإطلاق زعيم الحزب عبدالله أوجلان وأعرب المحتجون عن صدمتهم من وحشية الحادث واصفين إياه بالبربري والذي لا يمكن تبريره قتل أحد عشر شخصاً وأصيب أكثر من ثلاثين في انفجار وقع قرب موقع أمني في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني ووصفت مصادر أمنية الانفجار بالقوي وقد ألحقت ضرر بالسيارات والمباني القريبة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حمل حزب الأمة الإسلامية السعودية المعارض الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووزير داخلية الأمير محمد بن نايف مسؤولية زج النساء والأطفال في السجون بسبب تجمعهم سلمياً أمام ديوان مظالم في منطقة بريدة سعمالي الرياض للمطالبة بالإفراج عذويهم المعتقلين في السجون منذ سنوات من دون محاكمة ويعد حزب الأمة الإسلامي أول حزب سياسي في السعودية التي لا تعترف بالأحزاب معارضة كانت أموالية وهو حزب تأسس على يد الناشط السياسي السعودي الشيخ محمد بن غانم القحطاني إثر اندلاع ثورات الربيع العربي ويطالب هذا الحزب بإنهاء النظام الملكي المطلق في السعودية وبالمشاركة في الدفع في عملية الإصلاح السياسي وبإطلاق جميع سجناء الرأي ودعاة الإصلاح والمعارضين السياسيين وقال بيان الحزب أن داخلية لم تكتفي بالقبض على النساء بل اعتدت عليهن بالضرب ونقلت أو نقلت مجموعة منهن إلى مدينة الرياض من دون علم ذويهن في مخالفة صريحة لنظام الإجراءات الجزائية الذي يحتكم إليه النظام وأجهزته القمعية ما أدى إلى سنكار شعبي واسع في مصر إنهمك الرأي العام بجريمة مروعة أودت بحياة أختين من آل أندراوس هما سفي البالغ 82 عاما والودي التي تصغرها بسنتين فقط وهما عجوزان عنيستان تعيشان في قصر أبيهما عضو مجلس الأمة المصري بعد ثورة عام 1919 توفيق باشا أندراوس وتشتهران بثرائهما الفاحش بحيث تمتلكان معظم أراضي مدينة الأقصر وقد رفضت الزواج من أجل الحفاظ على ثروتهما من الميراث ويبدو أن المجرم اعتقد بوجود مقتنايات ثمينة في قصر المغدورتين فأقدم على قتلهما بدافع الصرقة بجريمة ستكلفه حياته إذا ألقي القبض عليه فيما ترك ضحياته غارقتين في دمائهما ليلف الغموض موتهما كما لف حياتهما ولتغادر تاركتين خلفهما ثروة تقدر بمئتي فدان من الأراضي الزراعية إضافة إلى أموال طائلة في المصارف وخزائن مقفلة على ذهب وحلي وجواهر والآن نبقى مع أبرز العنوين الصادرة اليوم في الصحف اللبنانية وفي تاريخ الجمعة 11 كنون التيني 2012 نبدأ مع النهار الأرثوذكسية هزو شباكة الأكثرية والمعارضة اللجنة النيابية أمام جلسة حاسمة اليوم دمشق تنتقد موقف الإبراهيم من الأسد لكنها لا تقطع التعاون معه واشنطن تأيده وموسكو تدعو إلى ترك القرار للشعب السوري ننتقل إلى السفير جوج عبدالله حر ثلاثة عقود ولم ينحني لجنة التواصل النيابي انتكاسة حتى إشعار آخر لبنان وقبرص هل التعاون النفطي ممكن؟ إيران تنبه مصر فلنحذر أو فلنحذر الفتنة المذهبية في عنوين الأخبار عودة قانون بطرس الحرية أخيراً أما في الأنوار تجمع النيابي مسيحي المجروع الأرثوذكسي يهدد الكيانة والوحدة الوطنية انهيارات جبلية وجليد يقفل الطرق القضاء الفرنسي يعيد إلى جوج عبدالله حريته المعارضة السورية تعلن اقتحام مطار عسكري بمنطقة إدلب في عنوين الديار أولغا انحسرت بسبعة قتلى ومئة الجرحة ولبنان بدأ مرحلة ما بعد العاصفة خلافات اللجنة تؤكد أن لبنان منقسم إلى قسمين والانتخابات على الأرجح لن تجري الرئيسان اللبناني والقبرصي بحث آليات الملف النفطي وأهل المخطفين سيصعدون مقتل ثلاث كرديات في باريس يثير غضب الجالية الكردية أولان شاريكو أنقرة في الجريمة وتركيا تصفها بالأعدام في عنوين المستقبل حملة الاعتراضات المسيحية عليه تتصعد في كل الاتجاهات المطران عودي يتوج المواقف الرافدة لمشروع الفرزلي التغيير والإصلاح يمول حملته الانتخابية من الجيب العام بنكيمون قلق إزاء مقزق الفلسطينيين في سوريا أردوغان مهلة الأسد انتهت بالانتقال إلى البناء انحسار العاصفة يكشف فداحة الأضرار وتوقع المزيد من الخسائر بعد ذوبان الثلوج 14 أذار تطيح لجنة قانون الانتخاب وتعيد النقاش إلى نقطة الصفر موسكو تؤكد عشية اجتماع جناف حق السوريين في الاتفاق على مستقبلهم دمشق ترد بشدة على الإبراهيمي الذي خرج عن جوهر مهمته أكد انحيازه إلى المتأمرين ولم يقرأ البرنامج السياسي للحل أبرز ما جاء في اللواء لهذا اليوم المشروع الأرثوذكسي التصدع وعطل الكهرباء ينظر بتقنين قاس في بيروت الراعي وعودة للواء ضد أي قانون لا يخدم الوحدة الوطنية عون يعطل اليوم الثالث وحزب الله مستمر بالمشاركة وحرب يحضر من نسف المناصفة المعارضة تسيطر على تفتناز ولندن لرفع حضر السلاح النظام يحمل على الإبراهيمي عشية جنافتنين وبانتا للسيطرة على الأسلحة الكيميائية في أبرز عنوين البلد المشروع الأرثوذكسي يلفظ أنفاسه واللجنة على المحك إلى قطر در دمشق تدين تصريحات الإبراهيمي منحازة بشكل سافر في عنوين الجمهورية عميد الأرثوذكس رفض الأرثوذكسي ومستقل 14 آذار حذروا من إقراره النيتو دمشق تستخدم الباليستي في الحياة دمشق تتهم الإبراهيمي بالانحياز للمتأمرين وصالح يدعو إلى قطع الطريق على التدخل الأجنبي ومعلومات عن سيطرة الجيش الحر على مطار تفتناز موسكو وطهران تستبقان لقاء جناف بتأكيد دعم النظام السوري تظاهرات مليونية في العراق اليوم واستنكار لإغلاق الحدود مع الأردن أصوات مسيحية مستقلة ترفض الأرثوذكسي والتجاذب حوله يعطل اجتماع اللجنة البرلمانية أخيرا مع الشرق الأوسط نواب بعد جلسة ماراتونية رئيس الوزراء كشف وجود من يمول الخلايا جلسة سرية للبرلمان الكواتي تكشف ارتباطات مع إخوان الإمارة كان في النشرة جورج عبدالله إلى الحرية الأرثوذكسي يهزوا لجنة الانتخاب نحن ما نجيين هون لنعمل تمثيلية لتبخى خد عم يعملها بره ومسيحيون الرابع عشر من أذار يستقلون إن أقرار اختراح اللقاء الأرثوذكسي يضرب وحدة المسيحيين هدأت العاصفة وبدأت العتمة دمشق تنتقد الإبراهيمي ولا تقفل باب التعاون هذا كان كل شيء في نشرتنا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر